طيب نحل مثال على من فالكزامبل ده اللي هو في الكتاب ففي الكزامبل ده بيقول ايه انه عندي عندها عشرة سنتي ديامتر فالديامتر بتاعها عشرة سنتيمتر والكزامبل مية وعشرة من بره مية وعشرة دي موجودة وفي اوبن اريا هي مفتوحة بحيث ان اللي فيه هوا من بره يعني هي مش محطوطة في انسوليشن او محطوطة داخل المكان فهي مش بروتكتد اجانس دوين دي يعني فعايزيني نعرف الهيت لاص اللي خرج منها قد ايه كيو دوت قد ايه هي يعني ليها طول مسلا معين كده فهناخد الهيو دوت قد ايه اه بنكلم بقى ان بره الهوا اللي جاي من بره التمبرتشر بتاعته عشرة ديجري سنتيجريد والويند اس بلويند الفلوسيط تاعت الويند اللي احنا كنا مسلمينها في كبيرة دي بتمانية متر بير ساكتد اوكي طيب اول حاجة احنا قولنا انه بنجيب البروبرتز بتاعت الفلويد احنا دوتنا نكلم عن الفلويد فمحتاجين نجيب الفلم تامبتشر عشان نعرف البروبرتز عنده فعندي الفلم تامبتشر اللي هي الافريج ما بين التامبتشر انفينيتي اللي جاي من بعيد بتاعت الفريستريم وتامبتشر على السطح فعشرة زائد مية وعشرة على اثنين يعني بساعدة ستين ديجري سنتيجريد فانا محتاج اجيب الافريج التامبتشر عشان اجيب عندها البروبرتز فهروح للجدول اللي في الابندكس وشوف الهوى عند التامبتشر دي او نجايب البروبرتز اللي انا محتاج انا محتاج تلات حاجات سرمال كوندكتيفيتي كي محتاج البرنطل نومبر ومحتاج البيسكوسيتي او الدينامج بيسكوسيتي نيو ماشي فدول قدر اجيبهم وهو في الكتاب هو جايبهم هنا خلص نبدأ بقى نحسب الريانورز نومبر فالريانورز نومبر اللي هو بتساوي الديامتر هو ده الكاركتيريسيك لانس بتاعي في الحالة هنا في البيسكوسيتي على الكينامج بيسكوسيتي فلما حسبنا ده طلع 4.219 في 10 أس 4 فتعليمنا من ده ان ده اقل من خمسة في 10 أس 5 هو اقل منها ده الترانزيشن للتربلنس فهنروح نشوف الاكويشن بقى المناسبة للسيلندر لما يكون عندي لامنر فاحنا شوفنا قبل كده هنا فيه اكويشن محطوطة دي فالد لكل رانورز نومبر سواء لامنر أو تنومبر لو هي السيلندر فالاكويشن دي زريفة هنا ممكن تستخدمها في كل الحالات لما يكون عندي سيلندر فنقدر نستخدمها دي على طول لان النامبر عارفه والرانورز عارفها وهاعوض فيها للسيلندر طبعا ممكن عوض باكويشن أبسط زي من هنا تمام بس الاكويشن الابسط دي هتبقى فيها ارر شوية زيادة تمام ممكن نغرب الاثنين ونشوفها هيطلع نصف نمبر عامل ازاي هاي الابسط هي هنا يعني انا ما كنتش واضحة هي الابسط اللي هي هنا تمام فحنعمل اي انا جبنا الاكويشن الكبيرة دي عوضنا فيها طلع نصف نمبر نسبع مية اربا مية اربا وشون فممكن نوصل طبعا الديفنيشن بتاعه هو HD على K ممكن نحسب ال H فحسبنا ال H طلعت سيرتي فور بوينت ايت وات بير ميتر سكويرد كالفر خلاص بعد انا حسبنا الهترانسفير كوفيشنتي يبقى احنا بنحسب ال Q ضط بالطريقة اللي احنا عارفنا ال H في الاريا surface area في ال T انفينيتي مينس T S او T S مينس T انفينيتي حسب مية اكبر H هي الاريا هي هتبقى ال Perimeter في اللنس قايز فPi D في L اللي احنا قلنا unit lens وال T انفينيتي عشرة وال T S مية وعشرة فنقدر نحسب ال Q ضط من ال لو كنا حسبنا نوصلت نمبر من ال الابسط كانت هتطلع 128 بدل 124 فمش فرق قوي احنا طلعناها 124 كانت هتطلع 128 اعلى سنة فطبعا انت تحسب الارقام الاقل احسن حالة حسب يعني انت عايزت تشوف ال conservative side امتى يعني انت عايزت تحط intuition ولا عايزت تشوف loss قد ايه وكده نشوف بقى اجزامبل تاني الفيديو الداي شكرا